أهلا بكم النهاردة يوم خاص جداً النهاردة يوم من طراز عالمي لأنه ضيفي من طراز عالمي لكن خلينا أقول لكم أنه الكلام اللي قاله هاني كلام مهم وخلينا ننتبه جداً طبعاً لثقافة فهم المصريين والعرب عن طبيعة أمراض الشرايين التاجية في نقاط كثيرة جداً نهاردة هتطرح والحقيقة النقال دي هتكون موسوعية وهتسمقوها على مدار حوارنا المطول وهنفهم النهاردة كل ما يتعلق بالشرايين التاجية كل ما يتعلق بجراحات التي تصلح وتعدل مشاكل في الشرايين التاجية وهل هذه الجراحات في المستقبل تظلع لحلها أم سيتغير الأمر وأيضاً هنتعلم النهاردة الكثير فيما يتعلق بطبيعة إجراء الجراحات هل تجرى الجراحات بشكل أفضل في أثناء ما القلب بينقبض يعني على القلب النابض أم تجرى هذه الجراحات والإنسان عايش على قلب صناعي أو بحالة وجود قلب صناعي يدير الدورة الدموية لكن في وسط حوارنا النهاردة هنتعلم عن المستقبل وربما نبدأ بالمستقبل عشان نفهم إحنا في عالم جراحة القلب وعالم جراحات الشرايين التاجية إلى أين سنذهب زي ما قلتلكوا النهاردة حوار من طراز خاص جداً لأنه ضيفي العزيز النهاردة واسم عالمي اسم عالمي بنفتخر به بيفتخر به كل الوسط الطبي وكل مصر جراح مصري عالمي بيؤدي الجراحات بسلوب رائع للقاية بسلوب بنفتخر به في الأوساط الطبية العالمية وطبعاً أكيد سعادتنا غامرة في الدكتور المقابل داوتنا النهاردة في حوار استثنائي حوار حصري لنا نفهم به هذه المنطقة المعقدة الصعبة جداً جداً واللي بتحتاج إلى تضافر جهود ونفهم برضو قيمة العمل الجماعي في هذا العالم عالم أشرين تاجين شرف كبير لنا أن يكون نهاردة ضيفي هو الجراح العالمي المصري الاسم الكبير وأستاذ جراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس قسم جراحات القلب بكلية طب جامعة عين شمس الأسبق هو ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ الدكتور جمال سامي شرف كبير لنا وجودك معنا دكتور أيضاً أنا سعيد النهاردة بأننا كتير ما شفناش بعض صحيح بنا نتقابل على الفيس دائماً إنما ما يبقاش الصباح صباح إلا بأننا أشوف دكتور جمال كاتبي النهاردة ودائماً كتابات تتسب بالزكاء الشديد والكوميديا العظيمة شرف كبير لنا وجودك معنا النهاردة والنهاردة حوار عنوانه الخبرة السنوات وأيضاً استشراف المستقبل يعني ده عنوانه في عالم الشريان التاجي لكن هنبدأ عشان الناس تبقى معانا في من زي ما بيقولوا هناخد بأيديهم سنة بسنة نفهمهم ما هو الشريان التاجي وتكوينه ونتكلم عنو شوية من ناحية الشريحية شوية الشريان التاجية زي ما أي عضو في الجسم بيحتاج إنه يتغذب الدم وياخد الأكسجين والمواد المغزية القلب هو أول عضو بيطلع له فروع من الشريان الأورت اللي هي الشريان التاجية وإحنا عندنا الشريان التاجي اليمين والشمال كل واحد فيهم بيدي فروع والفروع دي بتغطي العضلة بتاعة القلب ومن ساعة لما بنتولد لغاية لما بنفرق الحياة وهي بتدينا الدم اللي فيه الأكسجين وفيه المواد المغزية وبترجع المواد اللي هي بعد التمثيل الغزائي دي الشريان التاجية والشريان التاجية أهميتها إن هي لازم تبقى شغالة علشان إحنا نبقى على قيد الحياة أي شريان تاني في الجسم لو حصل فيه ديء ممكن إن أنت تستغنى عن الحتة دي إنما لما بيحصل ديء في الشريان التاجية المضاعفات بتاعته ممكن إن هي تبقى تؤدي إن إحنا نفقد حياتنا يعني فمن هنا جات الأهمية بتاعتها إن هي الديء بتاعتها ما فيهوش حتة إن انت ممكن تعيش بيه فترة ممكن راح يبقى رجليه فيها ديء في الشريان بتاعت الرجلين إن هي بيجي له كرامب وماشي بتعود إن هو يمشي بالراحة بيعمل مش عارف إيه يمكن لو تطورت ومعملش جراحة يمكن يفقد حتة إنما ما بيخدش حياته حتى المخ حتى شريان مخ ممكن يعيش آه ممكن إنما طبعا المضخة بتاعتنا لازم تبضل شغالة يعني هي دي المشكلة فيه أنواع لشريان التاجية؟ آه التأسيمة بتاعتها اللي هي التشريحية الشريان التاجي الأيسر الرئيسي ويتقسم لفرعين الأمام النازل والخلفي اللافف والشريان اليمين الأمام النازل إحنا بنسميه شريان نكون أو لا نكون ده بيدي جزء جيد جدا من عضلة القلب ولو فقدنا الدم اللي هو بيديه ساعات بتنتج حاجات تأثر على الحياة أقل أهمية السيركمفليكس أقل أهمية اليمين ولو أني اليمين برضو الديق بتاعه ممكن يقادي الاختلال في الدربات من أكتر ما يدي نقص في العضلة والاختلال في الدربات ده ممكن برضو يقادي بالحياة فكلها شريان مهمة إنما طبعا أهمهم الشريان اللي هو الأمام النازل وده قيمة الجراحة بتاعتنا بتيجي من قدرتنا إن احنا نوصله الشريان السادي وبالتالي الشريان السادي لما بتوصل الشريان الأمام النازل نقدر نقول إن احنا حققنا المهمة اللي احنا عايزينها ممكن فيه حاجات تانية بنعملها بالمرة إنما المهمة الأساسية لنا إن احنا نوصل دم للشريان الأمام النازل ده هو عن طريق الشريان السادي وبالتالي لو تمت بنجاح بنضمن ان يبقى فيه احتمالية الحياة بتزيد من غير مشاكل حتى لو فيه حاجات تانية في الشريان التانية الناس برضو بتفكر ايه الامراض اللي بتأثرها عشرين هل هي بس التسلط ولا امراض اخرى ساعات اللي احنا شايفينه دلوقتي الالتهاب الكوفيد اللي موجود دلوقتي لقينا ان هو بيعمل الالتهاب في الشريان بتاعة القلب وساعات بيحصل انسدادات فيها وفيه ناس بتخش تعمل اساطر وما يلاقوش حاجة اكتر من الشريان ملتعب وفيه جلطات متعددة فالالتهابات بتحصل في الشريان بتاعة القلب الاثروسكلوروزيس اللي هو التصلب اللي احنا بنشوفه فيه بقى حاجات نادرة ان هو يحصل فيها التمزق زي التمزق بتاع الشريان الاورطة دي نادرة وغالبا بتكون نتيجة حاجة نتيجة ان فيه اسطرة او نتيجة برضو ان حصل فيه التهاب ممكن يحصل انما دي حاجات نادرة يعني دايما فيه خناقة ما بين هعمل عملية الدوا والاخ والدوا والعيانة على فكرة ساعات بيضيع وقته والساعات بيتوه والحياة دي بتلخبط ناس كتير اه ما بين الدوا والجراح اه احنا ما بنعتبرهاش ان هي يعني منافسة او حاجة بتحل ما كحل حاجة لا هي حاجات كلها متكاملة يعني فيه نوع من الديق اللي هو الديق المستقر اللي ما بيكونش فيه حاجة كريتيكال اه فيه ترند دلوقتي وترند مدروس ان انت ممكن تمشي على ادوية اه لو الديق مش واخد حتة ذات اهمية وديق مستقر اه الادوية بنكمل بيها بعد الجراحة ما احنا بعد الجراحة بنده لناس ادوية علشان نمنع الترسيب بتاع الكوليسترول تاني في الشراين وعشان مخلي فيه اه نسبة من السيولة موجودة فده برضو علاج الدوائي ففي تداخل ما بين العلاج الدوائي والعلاج الجراحي وفيه اوقات بين نقرس او نن نعبر من العلاج الدوائي للعلاج الجراحي لو لقينا الازامات بتيجي بصورة متكررة وان حتة الاستقرار اللي كانت موجودة في الأول ما بقيتش موجودة ممكن نعبر من العلاج الدوائي للعلاج الجراحي وبنكمل بعد كده في الجراحة بالعلاج الدوائي برضو هل الأسطرة ولا جراحة هل دي المفروض تعاون ما باش خناءة لكن برضو بتبان كده أحيانا هي مش خناءة قد ما هو تنافس لخدمة المريض كل واحد بالصورة اللي هو شايفة بس هو مش مفروض ان هي تكون كده هي مفروض ان يبقى فيه قواعد متفق عليها وان القرار بتاع نوع التدخل يتخذ بواسطة طبيب قلب بطني وجراحة مش بواحد فيهم لان كل حالة مش زي الحالة التانية يعني ما فيش حالة في القلب أو في الديق بتاع الشرايين زي التانية كل حالة داخل فيها حاجات شخصية راجع للمريض الصحيته العامة شكلها ايه عنده حاجات تانية في القلب مع الشرايين يعني مثلا واحد عنده شرايين وعنده ارتجاع شديد في الصمام المايترالي هنا بقى ايه لا خلينا اعمله دعمات وانا عندي الصمام المايترالي ده لازم اعمله حاجة او عنده ديق في الصمام الاورتي وعنده ديق في الشرايين فده هيخليه روح ناحية الجراح انما الراجل اللي عنده ديق في الشرايين وديق محدود يمكن في اكتر من شريان انما محدود يعني في اول الشريان والشريان بعده حاجمه كويس ما فيهش كلسترول تاني دول ممكن دلوقتي نقول ان هم يتعمل لهم توسيع وتركيب دعمات وفي المستقبل لو حصل فيه اي حاجة ممكن يكروس لناحية الجراح فما فيش منافسة غير لصالح المريض وتحقيق صالح المريض بيتطلب التعاون ما بين الاطقم المختلفة اللي بتقوم على علاجه يعني طبيب القلب البطني الجراح دكتور التخدير دكتور الرعاية المركزة ودكتور بتاع السكر مهم جدا في كل تلحات سواء عمل جراحة او عمل دعمات مهم أنواع تدخلات الجراحية اللي بتم هل هي تدخلات جراحية واحدة ولا في أنواع أنا بكلم عن الجراحة نفسها لا الجراحة نفسيها الفكرة بتاعتها بالنسبة للشرائين التاجية ان احنا بنعمل بايباس بايباس يعني بايباس كبري عادة تحويل مجرى الدم او كبري بعدي بعدي الختة اللي فيها القفلة بعديها فأنا ما بشتغلش على الحتة الدايقة ودي الميزة اللي عندي في الجراحة أنا مليش دعوة بالحتة المريضة أنا بروح للحتة الكويسة اللي بعديها اللي ما فيهاش مرض فيهاش كوليسترول مترسب وبزرع فيها شريان او وريد يرجع يماشي الدم تاني في الحتة اللي هي ما كانش واصل لها دم دي الفكرة بتاعتها عشان حقق الفكرة ديت لو أحكي لك قصة ظريفة يعني القصة بتادت ازاي جراحة شريان تجادت تقريبا في أواخر الخمسينات ويعني سابت تاريخيا أول واحد عملها كان جراح روسي اسمه كوسيلوف كوسيلوف ده هوات وصل شريان الخلفي اللافف وصل له شريان السادي عن طريق القلب النابط سنة حاجة وخمسين أواخر الخمسين يعني ساعتها ما كانش فيه أي تكنولوجي موجودة عشان نقدر نستخدمها عشان نخلي القلب نقدر نحن نشتغل عليه ما كانش فيه قلب صناعي ما كانش فيه قلب صناعي لسه ما كانوش لسه اختراقوها يعني فابتدت ان هو وصل شريان المامري ده هوات على الخلف اللافف هنا ابتدت جراحة الشريان التجاه وكانت بتتم من غير اسطرة لسه ما كانش الاسطرة اختراعوها برضو فكان مجرد ان فيه واحد بيجيله زبحة صدرية فيقوله ان ده زبحة صدرية عشان هو عنده ديق في الشريان وبعدين لما ابتدت الاسطرة وابتدأنا نعرف الديق ده موجود فين ابتدى التدخل يبقى محدد ناحية شريان معين ومع تطور مكنة القلب الصناعي واستخدامها بقينا نقدر ان احنا نعمل اكتر من شريان ونقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزينه والقلب سابت ما بيتحركش عشان نقدر ان احنا نوصل له الدم دي كانت فكرة ابتدت ازاي فاحنا لو جينا ان احنا عنوصل دم للشرائين ياما في الجراحة ياما بنستخدم طريقة القلب النابض اللي هي الطريقة القديمة اللي هي اعيد اكتشافها اللي يام ديت وبرضو حنتكلم هي اعيد اكتشافها ليه اه او نستخدم اه مكنة القلب الصناعي علشان اه نخلي القلب يبقى ثابت ونقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه فيه ودي لها مميزات ودي لها مميزات اه ده اسلوبين لاجراء جراحة على الشرايين التاجهة اما اننا هعمل هزي الجراحة والقلب ينبض زي ما هو ايه او هحول دورة دموية على قلب صناعي وخلي القلب يهدى خالص وبعدين يعني ما يشتغلش ايه واشتغلوا القلب في هذه الحالة وصوب ما اعيد القلب يشتغل مرة اخرى بعد منهاء عمليات دول النوعيين طب نتكلم على الاول حب ان نتكلم على القلب النابض الاول اه نتكلم عليها لان هي اللي ابتدت بيها جراحة الشرايين التاجهة هي ابتدت بطريقة القلب النابض لان ساعتها ما كانش فيه اي حاجة يقدروا ان هم يلجأوا ليها غير القصة دي غير الميزة اللي احنا عندنا دلوقتي ان احنا نممكن نقدر نعمل كده وممكن نعمل كده فاحنا بنستخدم آآ الات بنقدر ان احنا نحطها حولين الشريان اللي احنا هنشتغل عليه بحيث ان هي تضغط على الحتة اللي احنا هنشتغل عليها وتثبتها فبالتالي نقدر ان احنا نشتغل عليها وهي ما بتتحركش لان انت ان انت تشتغل بتخيط شريان في شريان تاني كل واحد فيهم حوالي اتنين ميلي آآ بفتحة مثلا تلاتة اربعة ميلي طبعا شغلانا ولو في حركة يعني تقريبا مستحيلة الا لو انت كنت بتتحرك بنفس الطريقة آآ هو مع كل نبضة يعني انت يعني انت لو انت مثلا بتشتغل بروبوت يعني اللي هو انسان كالي انسان كالي والانسان الالي ده قدرت ان انت تخليه يتحرك بنفس المعدل اللي القلب بيتحرك به فبالتالي حيبقى بالنسبة له ثابت فبس يعني انت كده محتاج ان انت تعملها باستخدام روبوت فالاسهر طبعا ان احنا نثبت الحتة الموضعية اللي احنا بنشتغل فيها بس ايه العيب بتاعها العيب بتاعها ان انا مقدرش ان انا اعمل حاجة اكتر من ان انا اوصل الشريان بالحتة دي طب لنفرض ان الحتة دي كانت طويلة شوية يعني فيه ديق متعدد لو وصلت بقى ان انا هفتح الشريان زي ما بنعمل لما بيكون في ديق متعدد ان انا هفتح الشريان بطول تسعة وعشرة سنتي صحيح انتها هتبقى صعب جدا انت تشتغل بطريقة القلب النبط دي فيه ناس بيقولوا ان احنا بنقدر نعمل كده بس ده عن طريقة ان هو مش هيفتح الفتحة الكبيرة دي هيعمل يشيل الحجل اللي سده عن طريق الحتة الصغيرة دي وبالتالي ما بيكونش تشيلها كامل لان ممكن فيه حتة تتساب او حتة تتعور ومتطلعش كلها فلو انت هتشتغل على حتة فيها ديق متعدد لازم تكون شايفها كلها وفتحها وباصص فيها علشان حتة حتة تتشال وتبقى تحت العين حتة حتة من التكلسات من التكلسات والتصلبات اللي احنا بنسميها الاثيرومة الاثيرومة زي اللي احنا شايفنا في الصورة دي ساعات بتبقى ممتدة لمسافة كبيرة وده غالبا اللي احنا بنشوفه دلوقتي بننفع نشيلها بننفع نسلك ونطلعها طلعها كلها بطول تسعة وعشر صند وبعدين نعيد بناء الشريان وبعدين نحط له بايباس دي عملية معقدة جدا ان هي تتعمل بتثبيت موضعي للقلب او ان انت بقى تعمل برضو الفتحة الصغيرة دي وتشد عليها بس في الحالة دية في احتمال ان انت ممكن ما تقدرش تشيلها كلها وده اللي غالبا اللي هيحصل لا تشيل كل هذه الاثرومة الترصبات التجلسات التصلبات اه الدهون المحشي الحاجات اللي حضرتك جمعتها في شرايينك يعني مع شرايين عضرتك قلنا بطوا اكل غلط لسه اكل بط النقص هنبعت شراء البط هنلاقي ان الشريان متكلس متأسل اه تشيل الكاست ده كله لازم تفتح عليك لازم تفتح عليك كله ليه بقى لان الشرايين اللي طالع من التفرعات اللي طالع من الشريان الرئيسي ما تبقاش طالع كلها في نفس البلاين او نفس الافق نفس المستوى او نفس المستوى في влиعات بتبقى طالعة كده وفي حاجات طالعة كده اه في حاجات بتبقى طالعة هي زي شجر زي شجر س blonde منها في رbür ثري د Meansional يعني ام فى ش زي الرسمة اللي احنا بنرسمهاwe طالعين كده لأ ده في حاجات طالعة كده وفي حاجات طالعة كده طالع العليا كده في حاجات طالعة بزاوية لتحت ٣٠ فانت عشان تتعاامل معها كل واحدة اللي ها شد ان شد. اللي طلعه كده دي انت بتشد عليها كده. واللي طلعه بزاوية تلاتين درجة كده ليها شد كده. فانت لا يمكن تعمل كل ده غير لو انت بتشوفها قدامك. وهنا بتكمن الخطورة ان انت تبقى متعصب لفكرة. فكرة ايه? انت لازم تستفيد بكل حاجة قدامك. يعني ما تبقاش متعصب لفكرة ان انا اه بشتغل قلب نابط زي ما بنشوف اه فيه يعني زملائنا الاطباء الخصوصا للشباب المتحمسين شوية اه بيقولك لا انا بقى اشتغل شد كده. طب انت مش تغلش كده انت بتعمدك طريقة تانية ممكن انت تشتغل بها. كما هو مش هيستفيد انه لو هو اشتغل كده مش هيقدر يتعامل مع الشرقين دي. مع الساعات اعرف فكرة التعصب ايه ان انت تتعصب لفكرة معينة تتعصب للون تتعصب لنادي تتعصب لنوع معين من العربيات. اه دي فكرة انت بتضيع على نفسك استفادة من حاجات تانية. ما نقدرش ناكل كل يوم اه نوع معين من الاكل. التنوع في في الغزاء ان انا باخد من الفك هدية بال بالخضار ده. التنوع ده في حد ذاته هو اللي بيخلينا نعيش حياة احسن. فالتعصب لفكرة وانا اه فزي ما بيقولك اه 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 ان انا اشتغل بفكرة ولا انا بشتغل عشان افيد المريض. انا بشتغل عشان افيد المريض. انا بستخدم الحاجة اللي. الافضل. الافضل للمريض مش اللي لتنفيذ الفكرة اللي انا مؤمن بيها. بس فه. كده.. كده انا بقى كده زي بيقولك ان المصلحة الامامية الامامة هي مصلحة المريض نفسه مش اه فكرة اه اه ا انا بابا بقدسها يعني. ده غير طبعا كمان ان اه اه انا اتخذنا في الموضوع اللي هو الفرق ما بين التكنيك الكلاسيك اللي هو التقليدي. ان انا اخلي القلب بيبقى سابط عشان اقدر اعمل كل اللي اللي انا عايزه. طيب يعني الكلام اللي انا بقوله ان 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 عندي تكنيك ممكن يكون مفيد لو القلب النوابط ممكن يكون مفيد في بعض حالات اه ايه الحالات اللي هو ممكن يكون مفيد فيها اه لو في مثلا شريان واحد او اتنين اللي فيهم دي وبقيت الشريان كويس ما فيهوش حاجة ممكن انا استخدمه اه بما لايضر المريض اه لو الشريان الاورتة بتاع المريض اللي انا هزرع فيه الشرايين اه فيه تكلس اه بحيث ان انا مش هقدر استخدمه انا ممكن استخدم القلب النابض ان انا ازرع اه الشريان السادي ووصل بقيت الشرايين عليه فانا عندي حرية حركة اقدر ان انا استخدم ده واستخدم ده واستخدم ده اه التكنيك الكلاسيك بيقدر خلينا نتعامل مع كل حاجة اه الدراسات اللي طلعه مقارنة ما بين الاثنين التكنيك اه لما استخدمه فيه ارقام كبيرة اه لقوا ان فيه دايما ترند او اتجاه ان الناس اللي بتشغل مثلا باستخدام القلب النابض بس بيعملوا عدد اقل من الشرايين يعني انا لو محتاجة اربعة ممكن ترسل انا اعمل واحد او اتنين اه لو انا اه عملت واحد او اتنين احتمال حدوث مشاكل فيهم في المستقبل بتبقى اكتر من الطريقة التقليدية طب ايه المميزات بتاعة القلب النابض المميزات بتاعة القلب النابض ان نسبة حدوث اه سيولة في الدم بعد العملية بتبقى قليلة وبالتالي كمية المشتقات الدم اللي باستخدمها ممكن تكون اقل اه فيه برضو اتجاه ان ممكن وظيف الكلة تبقى احسن مع القلب النابض ولو ان برضو مفيش حاجة فيها بس ده يعني هل السن فيه سن معين لدي او لدي لا هي اللي بيحدد لي شكل الشرايين وشكل الدي ايه اكتر ما هو اه السن بتاع المريض يعني انا ممكن واحد يبقى عنده تمانين خمسة وتمانين سنة ونقدر نستخدم له ده او نستخدم له طبعا انا عايز اقرب شوية من الموضوع يعني لماذا يتعصب البعض الى فكرة علمية طالما ما عندهم فرصة ولا هو ما يعرفوش يعملو التاني لا البصة بتاعة المستقبل اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية هي اللي خلتنا بقى فيه الانقسام دوت او ان فيه الطريقة دية وناس متعصبين لها والطريقة التانية وناس متعصبين لها انما هي الفكرة اننا استخدم اي طريقة هتفدني ان انا هحقق المصلحة بتاعة المريض هي ليه الفكرة التانية ظهرت ظهرت الفكرة التانية نتيجة ان احنا ما بنقدرش ان احنا نبصر المستقبل من فوق احنا دايما بنبقى قاعدين في الحفرة اللي احنا قاعدين فيها وقاعدين شايفين قدامنا ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي ان احنا شايفين القلب اللي هو البطني بقى بيعمل حاجات كتيرة جدا احنا كجراحين كنا بنعملها فبالتالي ده بيسبب عندنا نوع من الفزع طب احنا هنعمل ايه في المستقبل لما الوقتي كل حاجة تقريبا بتتعامل بالاساطر وما بيفضلش غير الحاجات المعقدة جدا او الحاجات اللي احنا عملنا لها دعمات اكتر من مرة او اللي الشرايين بقى تكون لها دعمات ومش عارفين نعمل فيها ايه هي ديت الحاجات اللي بقى بتجينا في الجراحة ففي وسط التعقد بتاع حالات الجراحة دوت ابتدى بعض الناس تفكر طب انا ازاي اكون منافس للي بيعملوه بتوع القلب طب ما خليني يبقى زيهم وبتوع القلب دول بيشتغلوه من غير ما ينيموا المريض طب ما يعني انا برضو مش هستخدم مكانة قلب صناعي وبالتالي الحتة الي فيها يمكن ايه تعقيد شوية في العملية بشيلها ودي ممكن ممكن تخلي المريض ايه يطلع مسلا يوم او اتنين بدري وما يحتاجش مركبات للدم كتير اه انما في نفس الوقت انا حنفسهم ازاي ده واحد بيشتغل من خرمى ابرة يعني واحد بيعمل استرب بيدخل شريان بيخرمو بيدخل فيه يسهلكه ويدخل عليه بقى الحاجة اللي بيدخلها التانية طب انا حنفسه ازاي يعني عن طريق فتحة صغيرة اه ده رعملها شريان او اتنين اه ولا عن طريق ان انا اقلل المجنيتود او الكمية بتاعت الجراحة بتاعتي ان انا اشيل منها الجزء بتاع مكنة القلب الصناعي فهي جات من فكرة المنافسة انما لو احنا بصينا على اللي احنا فيه ده من فوق مش من الحفرة اللي احنا فيها حلاقي ان المستقبل بيقول او لو احنا سافرنا في المستقبل عشرين سنة قدام حلاقي ان مفيش اصلا جراحة قلب يمكن تكون في المستقبل يمكن هتبقى الحالات المعقدة جدا اللي حيعملها بقى جراحين القلب اللي حيكونوا لسه على قيد الحياة ساعتها وده فعلا اللي حيكون موجود يعني لو احنا شفنا مثلا يعني ساعة لما الناس اللي كانت بتسوق حنطور زماني كان متهيالوا ان الحنطور ده حاجة مش هيحصل لها اي حاجة ودين فوسط الحنطور ده ما كان موجود ظهرت العربيات الناس ايه اللي هيخليها تركب حنطور ايه عشان تروح تتفسح به مثلا ولا تتنزع به وفيه عربيات موجودة فالتطور ان الناس مش عايزة يبقى فيه جراحة اصلا مش عايزة استدراية تفتح ولا عايزة مشرت ولا عايزة اي حاجة هو عايزة الحاجة اللي عندها ده تتعالج ده احنا كمان لو رحنا المستقبل بعد العشرين سنة اللي جايين دول هنلاقي ان اصلا مش حبقى فيه تدخلات ده احنا هنقدر نتنبأ ان الطفل ده عنده الجينز ولا عنده الاستعداد الغذائي ان هو يرسب كوليسترول في الشرايين بتاعته طب انا هاخد الطفل ده بقى واشتغل عليه ااكله بطريقة معينة اوالعب في الجينات بتاعته بحيس ان انا الحاجة اللي هتحصل له دي امنحها من قبل ما تحصل ففف يعني التطور بيقول ان جراحة القلب مش هتبقى موجودة في المستقبل بالصورة اللي احنا بنعملها الوقتي هتبقى موجودة في عدد قليل جدا من الحالات اللي هي ما ينفعش او فشل فيها التدخل اللي هو من غير جراحة يعني انا مش عايز انهي لكن اكيد على وعد بلقاء قريب ان شاء الله نتحدث فيه عن المستقبل وربما يكون المستقبل ده فيه الكثير من المفاجأة عالم جراحة القلب القيمة العلماء الكبيرة والاسم الكبير الاسم العالمي القدير وطبعا فخر كبير للمجتمع الطبي وجود ضيفي العزيزي الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب الأستاذ بكل الطب جامعة الشمس ورئيس قسم جراحة القلب وكل الطب جامعة عن الشمس وطبعا صاحب البعاء الكبير في عالم الجراحات وصاحب الحضور الرائع جدا في العمل الجراحي كان ضيفي في واحدة من ألقى حلقتنا التي تضمنت الكثير والكثير من الإجابات سواء الفنية جدا على فرق بين الجراحة القلب الكلاسيكية والقلب النابط بطريقة القلب النابط وأيضا نبهنا للكثير من النقاط في حياة مريض يعاني من مشكلة قلبية كيف ستسير حياته قبل وبعد هذه المشكلة ماذا قدم وماذا عليه أن يحذره بعد إجراء نوعية معينة من العلاجات الخاصة بالشرعين التاجية الشرعين التاجية التي وصفت في بداية كلامنا أنها الأهم إذا حدث بها عض حياتك في خطر خليكم مع الدكتور